موسيقى حياكم الله مشاهدينا وأسعد الله أوقاتكم وتقبل طاعاتكم بناسبة حلو شهر رمضان المبارك ننتقل بكم عبر شاشة القناة العراقية الرياضية وبرنامج ذكريات رمضانية معنا ضيوف أعزاء علينا دعونا الرحب بهم مرحبا دكتور علي كابتن فريق نادي البيش مرقى بكرة الطائرة رمضان كريم كل عام ونتبه خير شكرا بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم عليكم وعلى كادر قناة العراقية الرياضية وعلى جميع الرياضيين إن شاء الله تعم بالأمن والاستقرار على البلد شكرا شكرا لك وأيضا معي كابتن عباس فرج مدرب سيدات نادي سيروان الجديد مرحبا بك كابتن كل عام ونتبه خير رمضان مبارك مرحبا بك أستاذ ميد فرصة سعيدة التقي بيك والإخوان دكتور رزقار وكابتن علي برنامجك الرائعة وقناواتكم الرائعة ورمضان مبارك عليكم وعلى العراقين جميعين كامل الطيافة وقومياته يا رب يعمل الأمن والسلام على الجميع إن شاء الله أهلا وسهلا بك معي أيضا كابتن رزقار محمد مدرب منتخب العراق للسيدات مرحبا بك الدكتور شكرا 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 رمضان كريم كل عام ونتبه خير يا ربي صحة وسلام خير وبرك على العراقين جميعا يا الله الله يحفظك أشكرك شكرا لك دكتور شكرا لتواجدك أشكرك شكرا نرجع ويا كابتن علي ونشوف كابتن علي حدثنا عن أهم المنجزات عن مهم محطاتك الرياضية في كرة الطائرة نعم بداياتي يعني ككل رياضي كنت أمارس لعبة كرة القدم كأي طفل مثلا يبدي بداياته لكن سنة 2001 تقريبا بديت في كليتها براضية جامعة صلاح الدين بعدين نقلت إلى جامعة سليمانية بديت ألعب طائرة يعني على كبر يعني ما أخذت مرحلة الناشئين والشباب والحمد لله قدرت يعني خلال سنتين أقل من سنتين أكون أحد اللاعبين المنتخب الوطني في بطولة التضامن الإسلامي سنة 2004 من هو الاكتشاف علي طهو خلا يحول من كرة قدم لكرة الطائرة أكيد في الشخص نعم كان أحد اللاعبين لكرة القدم بمارس يعني لاعب كان بالنادي بمارس لعبة الكرة القدم وكان لاعب طائرة يعني في البداية مرات نلعب كفرق شعبية كرة الطائرة أو دوري رمضاني شافني يعني كأمكانية كقوة قفز قل لي يعني اتمرن احتمال ودكتور بسيم في جامعة صلاح الدين في بداية أو مرحلة أولى بكلية البراضية يعني كان دائما من يشوفني يقول أنت تصير لعبة طائرة يعني اترك الكرة قدم وستعب يعني يعني لعب بالطائرة المحطات الأندي المثلتها يعني قبل ما توصل محطك الآن أنت متواجد بيها ويا نادي البيش مارقة منو الأندية هذه المثلتها بداياتي كانت مع نادي الشيروانة في قضاء كلار نعم وبعدين لعبت مع سنة 2002 لعبت مع نادي البيش مارقة لحد 2014 ما عدا يعني بطولات خارجية استعارة يعني ألعب مع الأندية العراقية في بطولات الأندية العربية أو الآسيوية أو بطولات غرب آسيا أو مشرق العربي 2014-15 العبد خارج سليمانية مع نادي غاز الجنوب ونادي البصرة السنة اللي ورا وبعدين رجعت النادي البيش مارقة لحد اليوم متفق كابتن عباس كابتن عباس مدرب انعرف من خلال كرة الصالات وخصوصا مع نادي سيروان الجديد أو قبلها ما هي نادي أربيل فتيات أربيل حدثني عن مسيرتك بهذا المجال طبعا بدايتنا كانت ويا المدارس طبعا احنا كلاعبين كنا نلعب فرق شعبية وأندية وبعدين منصر معلم رياضي التجأت للكرة النسوية عن طريق متخبات التربية تم اختياري بين أكون مدرب نادي أفروديت في مدينة سليمانية واستطاعت أجيب نتاج جيدة وياهم وبعدين تم مفاتحتي من قبل فتاة أربيل وجبت دوري كردستان الممتاز درع الدوري وبعدها انتقلت النادي سيروان الجديد وقدرت أجيب وياهم درع الدوري وأول كأس على مستوى المحافظة باسم نادي سيروان الجديد كابتر رزقار طبعا اسم معروف رزقار محمد لاعب منتخبنا الوطني من خلال موسم 97 أو 98 99 وخصوصا الآن مسيرتك مع منتخب سيدات العراق مسيرة بدت تأتي بثمارها من خلال المشاركات التي تشاركونها حدثني عن هذه المسيرة حقيقة نحن كنا في نادي معين وأتت ظروف خلتنا نأسس منظمة اسمها منظمة جيمة للتطوير الرياضة هذه المنظمة تعني بالناحية السيكولوجية النفسية لللاعبات واللاحية الاجتماعية وكذلك الناحية البدنية مرونة بهذه النواحي وبتطويرها يتم تهيئة لاعبات ممتازات من حيث المهارات من حيث ناحية الخططية حتى الكاريزمة الشخصية قدرنا خلال خمس سنوات من تأسيس المنظمة أن نأسس أكاديمية من خلال المنظمة اتطورت المنظمة إلى تأسيس أكاديمية اسمها أكاديمية الحلم الرياضي والتي تتخصص أكثر بتهيئة الأجواء المناسبة من هذه النواحي حتى اللاعبات يتطورا بعد أكثر هذا النموذج أصبح نموذج ممتاز للعراق والكل يشيد بهذا النموذج عبر التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الرياضية يوم حتى الأونلاين يدخل بهذا الشيء نعم بالضبط فالبرنامج نجح والاتحاد العراقي تبنى هذا البرنامج وحسنا مدرستنا مدرسة طائبة على الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة والسيد وزير الرياضة والشباب إجاء خصوصي يزور المدرسة وأشاد بالمدرسة من خلال الصفحة مالتا النموذج نجح من خلال ستاف عظيم مخلص متفاني متخصص لهذا العمل همه الوحيد تهيئة الأجواء المناسبة لهؤلاء اللاعبات لأننا نحن عندنا 130 ابنية معظمهم جو 17 سنة يعني بنات بيهم 6 سنوات واللي هذا منعرف بكرة السلة لأنه ابنية عمرها 6 سنوات تجي تلعب كرة السلة هذا التصليت أصبح فتشي معينة بكرة السلة العراقية النسوية من خلال هذه إحنا أسسنا المنتخب الوطني النسوي العراقي اللي شارك بالمنتخبات العربية 2017 مش مما جبنا نتيجة لأن كانوا بناتنا كبار والتهيئة للظروف ما كانت مناسبة الإعداد ما كان مناسب وراها شاركنا في بطولة الناشئات لأول مرة باسم المنتخب الوطني العراقي في تاريخ العراق بطولة غرب آسيا للناشئات في سوريا عام 2019 أدينا جيدا الكل كان منبهر بالمهارات لكن الناحية الخططية والخبرة الميدانية مات اللاعبات كانت تنقصنا متوفيق كابتن علي اليوم إذا نرجع للحديث عن رمضان وخصوصا الأجواء في رمضان للرياضة تختلف باختلاف العادات والتقاليد وحتى هذا التطور اختلف يعني أكيد اليوم الأوقات التدريب اختلفة أوقات المباراة شلون ممكن اللاعب يستثمر هذه الأوقات خصوصا في أجواء رمضان المبارك نعم بالعراق احنا نعرف يعني دائما خلي نقول الدوريات الرسمية أو البطولات الرسمية دائما يعني ما تكون داخل شهر رمضان المبارك وحتى اللاعب إذا كان عنده مثلا نحن دائما نكون عندنا البطولة الآسيوية بطولة أفضل الأنجل الآسيوية دائما تكون بعد الرمضان أوقات التمرين دائما تكون بعد الفطور أو ساعة بعد ثمانية وثمانية ونصف نعم التمرين ومرات احتمال يعني إذا إجباري أو البطولة قريبة عليك بعد الرمضان تقدر يعني وحدتين تدريبية صباحي ومسائي ولكن تكون المدة قليلة أو ساعة أو 45 دقيقة يعني هل أكل اللاعب تكنيك خاص يعني مو إلا توجيهم للمدرب هو اللاعب يعرف مثلا أوقات يعني اللي تناسبه ممكن الكاريديو ممكن التدريب ممكن التعليمات كيف يلتزم دائما نحن بنص النهار مستحيل اللاعب إذا يكون صايم ويتمرن لأنه راح يتعب بدنيا لأنه جسمه ما بجميع الاحتياجات أو الغذائية بالجسم حتى يقدر يمطل إمكانيته بالتدريب وبالتالي تكون يعني التدريب إذا ما تقوم بالتدريب أحسن بكثير عفوا كابتر عباس كيف تتعامل ويا فريقك بأجواء رمضان اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخلي اللاعب نتيجة ثقافة لاعبنا تعرف التثقافة تختلف عن اللاعب المحترف اللاعب الخارجي يبقى سهران من بداية النهار لحد ساعات السحوع شلون تتعاملوا وياهم إن يجي ساعات التدريب هذا يكيد رح يأثر عليه نعم نحن هم نفس الشي يعني بطولاتنا أكثر بالشتاء رح يصير وبالصيف ما يصير لأن أدنى أزمة بالقاعة أستاذ مويد قاعة يعني ما بيتبريد ما بيتدفئة يعني ما نقدر نستغل هذه الشغلات مثلا نقول إحنا دورين أنت أكثر شي مثلا أنت تشارك بالبطولة لازم مستلزمات كل جوائدك مثلا من الساحة من القاعة من أي شي بس إحنا قائمة شاكل مثلا إحنا بطولاتنا أكثر شي بالشتاء وبرمضان مرات كثير نستربين وإحنا نوقف التمارين لأن إحنا بطولاتنا مثلا ما نعرف موعد البطولة بالضوط إذا يقولون مثلا رمضان المفروض على أن نباشر وحداتنا التدريبية بس إذا ما نعرف موعد البطولة مالنا فإحنا مرات كثير نوقف وحدات التدريبية برمضان يعني إلك تعليمات خاصة في رمضان للفريق لللاعبات طبعا إحنا أكثر شي خاصة فريق المتقدمات مالنا نخليهم يحافظون على لياقتهم البدنية أكثر شي لأن لاعبة تقعد شهر يأثر عليها وخاصة برنامج التغذية مثلا التغذية نشتاكل بفترة رمضان مثلا وحتى إذا هي تتدرب مثلا إحنا ما نطيها وحدات تدريبية كبالقاعة هي تتدرب وحدة مثلا وتروح للمتنزهات فإحنا نحاول مثلا نطيهم الوقت المناسب للتدريب خاصة بعد الفطور لأن إحنا أكثر شي خاصة تدريب اللاعبة مثلا إذا نجيب نسوي به مثلا تمارين لياقة بدنية قبل الفطور تأثر عليه وعلى مستوه وعلى صحتها بس أكثر شي تدريباتنا تكون وراء الفطور بس يكون الفطرة المناسبة أكثر شي ثلاث ساعات يلا نحن نبدي تدريباتنا عفون كابتر رزقار أكيد الفئات العمرية اللي ها تعامل خاص خصوصا بجواء الشهر الفضيل دائما هم يقلدون الكبار حتى يصومون كيف تتعاملوا بهذه الحالات وشلون يعني توجههم خصوصا فئات عمرية عمار صغيرة احنا المنتخب الوطني البنات اللي مثل المنتخب الوطني غير شكل يعني عندهم برنامج برنامج مخصص مهيئ قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان الفئات العمرية احنا عندنا نظام معين عائلة البنية لما نتصوم تقعد ما تتعب روحها ما تمارس تدريب إلى أن يحين وقت الفطور تأكل سوب تجيب فواكه تجيب حلويات تجيلي التمرين تأكل شي خفيف تتدرب ساعتين ونجيبهم بسيارات مختلفة ما نجيبهم باص واحد حتى ما يتعبن بالباص يجون مثلا عشرين منية باص واحد وما خلال ساعتين يتواجدن بالملعب لا بالعكس نجيبهم بتاكسيات أو بسيارات آباؤهم ومعاتهم يتدربن هناك ساعتين وراء التدريب رأسا مباشرة يأكلون شي يجيبون أكلوا وياهم يجيبون وراء التدريب يشربن مثلا حليب أو عصائر أو فواكه يعني هذن الشغلات يأكلوها إلى أن يروحون للبيت بالبيت يقعدون براحة يأكلون شوية شوية إلى أن يحين وقت النوم ينامن معظمهم يجي وقت السحور ما يصحن بالعكس لأن الصبح ما يتدربن أصلا لحد العصر عدهم كل يومين مرة تدريب المنتخب الوطني عبارة عن غير شي اللاعبة تتناول الأغذية والأكلات اللي تستفاد منها بالتدريب العالي لأن هي تبقى عندنا صح ساعتين بس تتدرب بشدة عالية وهذا ما يأذيها لأن هي مهيئة نفسها معي جسمها ودماغها وعقلها في حالة عفوا المشاركات الخارجية يختلف إذا رمضان ومشاركة خارجية قريبة يعني يختلف التعليمات لو نفس التعليمات كل يوم نتدرب كل يوم بالليل بعد الفطور نتدرب يتيب ثلاثة أربعة ساعة بعد ساعة من الفطور ما يأكلنا هوايا مثلا يشربون عصائر مثل ما قلت لك سوب أو فتشي معين حتى يرتاحن مع عدة المتأذيهن يأتيون للتمرين بسرعة يرجعون للبيت بسرعة خلال هذا الوقت يتدربن بشدة عالية وكل يوم يتدربن ويروحون للبيت ووقتها تقريبا من العشرة لحد الاثنائش شوية شوية يأكلون وينام وبعد ما يصحون لما يتعبون روحهم باليوم بس بلليل يتدربن بشدة عالية عفوا كابتن علي أن ننتقل لجانب الرياضي شلون يشوفوا جانب الرياضي المحافظة السليمانية وجهة نظرك يعني الجانب الرياضي متطور بالمحافظة أم متدني أم متوسط تشوفوا نعم محافظة السليمانية من زمان يعني نقدر نقول دائما كانت المحافظة التي عندها نتائج جيدة على مستوى العراق في الساحة والميدان وكرة السلة وكرة المنضدة والرماية كاراتية كرة الطائرة يعني كبنى تحتية كمنشآت رياضية ممتازة يعني أقدر نقول مستوى جيدا ولكن الكادر التدريبي إحنا دائما نقول بالعراق يعني دائما علينا يعني نستعان من الخبر الخارجية دائما مثلا خلينا نتكلم عن الكرة الطائرة باختصاصي يعني إحنا إيران أتوقع نص حدودنا مع إيران أكيد وتصنيف العالمي متطور كل سنة سادس خامس على مستوى عالمي الدوري مال ترابع على مستوى العالمي يعني نقدر نستعان بكادر تدريبي جيد في جميع المحافظات عفوا كابتن علي يعني إحنا فقط نحتاج خبرات يعني من أجل التطور لو أكو أكو كثير يقول لك الجانب المادي مهم أنا بالجانب المادي فقير أغلب الأندية يقول لك ما عدنا موازنات معدومة الدعيم كيف نطور إذا هذا كل ما موجود جبت الخبرات وانطيت عقود بس مقابل يحتاج أمور كثيرة لوجستية حتى نطور بيها نعم إحنا بصراحة محافظة سليمانية عدنا الأندية القديمة لتاريخ نادي سليمانية ونادي سيروان مع الأسف يعني نشوف أكثر الفرق ليس لها وجود بالنادي مع عدى كرة القدم يعني ممكن يكون اهمال من قبل إدارة النادي أكيد يعني يفضلون لعبة على حساب لعب إحنا إذا ندخل بمواضيع الإدارة أكيد هناك خلل إداري كبير على مستوى عراق ليس المحافظة سليمانية أو أندية سليمانية لكن هذه النقطة راح أرجع لك بها بعدين لكن نشوف كأندية نادي البيشمرقة ونادي نوروس يعني يعني باقي الرياضات مثلا الرماية الدراجات شطرنج يعني أكو ألعاب من يقدر إحنا نغدر الألعاب لأن ألعاب أولمبية ودائما محافظة سليمانية نشوفها بأكثر الألعاب منافس على لقب الدوري أو على مداليات الفعاليات الساحة والميدان وباقي الألعاب ولكن نقول أكو خلل كبير من جانب دعم للفرق يعني مكان ما أدعم فرق يعني سوجهة نظرك الخلل بالإدارات خلل بالإدارة بنسبة وخلل بالكادر التدريبي من جهة أخرى جيد كابتن عباس اليوم النجم من يكون باللعبة أكيد الإعلام من السلة طالية والأضواء وكلها تحيطة بعد ما يعتزل شلون يشوفوا الإعلام اختلف عن السابق عن هسه بعد اعتزال يعني اختلف شلون يشوفوا الأمر طبعا أكو حاليا تسليد ضوء على اللاعبات واللاعبين خاصة بعد اعتزالهم اللعب اللعبة التي نمارسها واللعبة التي نمارسها بناتنا بالعراق كشكل عام لعبة صعبة على اللاعبة تجي مثلا تلعب لعبة كرة قدم فمن يصير تسليد ضوء على اللاعبة طبعا تبرز اللاعبة بشكل كبير لأن تمارس لعبة مغايرة عن عاداتنا التقليدية كحنا نقول كرة قدم لعبة رجالية فاللاعبة من تمارس كرة قدم حتى باعتزالها مثلا حسنا نحن نشوف اللاعبات أكو اللاعبات معتزلات بس تسليد ضوء كبير عليهم من قبل الإعلام خاصة مشاركاتهم وي المتخبات العاطية عفوا حتى إذا حقق فد منجز مثل حضرتك مع فريق سيروان فريق سيروان ما معرف على خارطة الدوري الكردستاني بكرة الصالات ظهر أول سنة حصل لقب الدوري شلون شاهدت الإعلام تعاطوا يا أمر إحنا جزئنا الكبير يعني من عملنا يرتبط بالإعلام الإعلام إذا ما يعرفون كابتن عباس والنادي ولاعبات كابتن عباس إحنا تشن مثلا بالبداية أول ما أنا مارست مثلا التدريب ويكون قر قدم نسوية أكو عائلات مثلا تجي للصالة تباعد يقول أكو لاعبات بنات يلعبون كرة قدم يعني بالبداية ما كان أكو تسليط جيد بس حاليا كل يعني يسين التسليط من قبل العلام خاصة من يبدو الدوريات إحنا نشوف أكثرية القنوات الرياضية حتى قنواتكم تجي تغضي البطولات على مستوى كردوسان وعلى مستوى العراق فالحمد الله والشكر أني أقول أنهم مقتنع بالدور الإعلام وإلهم دور كبير ومشكورين صراحة كابتن رزقار أكو سؤال مهم دائما يدور بذهن كل الرياضين ما مدى دعم المسؤولين بالمحافظة لرياضة المحافظة خصوصا في محافظة سليمانية حدثني عن الأمر خصوصا على مستوى الفئات العمرية اللي أنت حضرتك تدربها ومدرب منتقب الوطني حقيقة هذا ما يفيد الرياضة يعني أي مسؤول يجي مثلا فترة معينة يعني الكل يشيد بي يقول هذا ده يخدم وده يطي وده يمد يعني يطي فلوس مثلا خلينا نكون صريحين هذا يفيد لمدة معينة احنا نحتاج موديل جديد للرياضة ونحتاج تخطيط ونحتاج شكل هرمي هذا الشكل الهرمي لازم يكون القمة مالتها كلش عالية والقاعدة مالتها كلش عريضة يعني ممكن يجيك مسؤول محب للرياضة ممكن يساعد كثير من الاندي هم أنا برأي الموديل ما المسؤولين انتهى بعد يعني احنا نحتاج أنه أي مسؤول يجي خطط لمدة عشرين سنة مو يخطط للي هو موجود بي يعني أنا أجي كمسؤول أصير رئيس نادي مثلا لمدة خمس سنوات أفكر بس بالخمس سنوات اللي أنا موجود بي لا بالعكس أفكر للنادي أنه أسس له شي أبني له شي يستمر لمدة عقود اللي اتطرق للكابتن علي كلش كلش صحيح احنا الموديلات هاي اللي موجودة بالأنديا ما تفيد الرياضة العراقية هسا الموديل اللي يفيدنا أنه احنا نبني قاعدة رياضية عريضة من خلال هاي القاعدة العريضة يصير عندنا لاعبين لاعبات موهوبات هذولا الموهوبات يدخلون بدوري معين يصير بمحترفات دوري منظم ذهاب وإياب وحتى التريبل يعني هسا كرة السلة بقد تريبل يعني ثلاث لعبات ياه اللي يغلب لعبتين يفوز مو مثل قبل تلعب لك لعبة وتخسر وتروح جوة واللي يفوز يصعد فوق يعني تغير هذا الشي أصبح أونلاين يعني حسن حسن هناك منتخبات على أونلاين يلعبون يعني على الكاميرا تصورهم والدقيق وتقيس الوقت ويأدون ويصير أكوينجاز أنت بلدك بالعراق وهذا بسبانيا يتنافسون يعني يعني أكيد من ناحية الدعم والأدوات تختلف هناك نحن هنا يعني أكون مسؤول زارك للأكاديمية مالتك وقال لك هذا الفريق لازم يندعم ولاقيت من عدة دعم يعني من قبل المؤسسة يعني يعني يا مو يا مو مسؤولين جوي للجيمة يعني الناس يجون مثلا قناة الجزيرة جتي قناة أسوات شيتد بريس جتي قناة سكاي نيوز عربية جتي قناتكم المفضلة جوي مثلا شكم مرة بس هذا المسؤول لما يجي يشوفك مرة أو مرتين ما يفهم العملية المدربين الفنيين الإدارين هم اللي يفهمون العملية يا إما نحن نعوف المسؤولين نحن نشتغل الرياضة أو المسؤولين يجون يخططون ويانا على مدق بعيد يعني على عشرين سنة خمسين سنة والبلدان اللي تطورت يعني مثلا هسا مصر شون تطورت عدها قاعدة عريضة بكرة السنة أكيد خطط ملايين اللاعبات الناشئة صح هسا بطولة العرب للناشئة راح تصير ساعدكم مشاركة أعتقد نعم هم مادة تشوف هسا على على القروبات الفيجات مالتهم على الإعلام مالهم تسليط الضوء على مئات وآلاف اللاعبات الناشئات يبني لك من هذا القاعدة العريضة منتخب وطني يعني تخسر وياه فارغ ستين خمسين لأن هم مخططين أصلا وتخطيط طويل إن شاء الله توفق أحبتي فاصل صغير ونرجع نتواصل مع هذا الحوار الشيق حياكم والله مشاهدينا رجعناكم من الجديد بعد الفاصل لتكملة حوارنا مع ضيوفنا لأعزاء كابتن علي مرحبا بك من جديد كابتن علي اليوم الرياضة العراقية بحاجة إلى صلاح جدي خصوصا الآن أتمت انتخابات اللجنة اللنبية وكذلك الاتحادات كؤرة القدم منها شهر حزيرا قيم الانتخابات يقال أنه كابتن علي عنده ملف لإصلاح الرياضة بشكل كامل متى يبصر النور هذا الملف نعم كابتن بصراحة لازم نبدأ من الجذور يعني نقوم بتخطيط سليم مبني على أسس علمية أسس أكاديمية صحيحة بعيدا عن المشاكل الموجودة الآن في الساحة الرياضية أو الصراعات الرياضية اللي مع الأسف بدخل الصراعات السياسية بالرياضة وهذه الطامة الكبرى يعني نقدر نقول الإصلاح نقدر نبدأ من جميع الفقرات بالرياضة لأن يعني وصل للمرحلة بأن نعجز بأن نوصف الإدارة الرياضية أو المراحل اللي وصل بالإدارة الرياضية أو الانتخابات اللي تصير باللجنة الأولمبية والابتحادات واللي نسمع بيها يومية إرادة لنا تخطيط من البداية نبدأ قواعد رياضية أكاديميات رياضية حتى خلال خمس أو عشر سنوات نشوف قاعدة رياضية أو ترب زين ترون عني هذا الملف اللي حضرتك أنت عديته أطلعت عني أصحاب الشأن مثلا خبراء يعني هم اللي اختصاص بهذا المجال أي دوك بي تقريبا نعم إحنا المشكلة ما نقدر كرياضيين أو أكاديميين نتبنى هذا المشروع المشروع يراد المسؤولين بالرياضة أو السياسيين اللي يتبنون مشروع لأن أول وتالي إحنا كرياضين نقدر نخطط نقدر نشتغل ولكن التنفيذ تبقى عند الحكومة أو الجهات الرسمية اللي تتبني هكذا مشروع ونستمر بالمشروع يعني حتى أحد من يعني يقول يقول أكو جهات إنه نصحة كابتن علي الاعتزال والدخول إلى اتحاد خصوصا اتحاد الطائرة نعم أنا بصراح الرياضة وكرة الطائرة دخلة بدمي يعني جقد ما أقدر ومع العلم أنا كثرة الإصابات أو المشاغلي بالجامعة أو مشاغل أخرى لكن الحمد لله يعني الرياضة مخليه فوق كل شي عندي ومن حد الآن قدرت أستمر بالتفق كابتن عباس اليوم الرياضة النسوية لاحظة هنا بالإقليم ومحافظة السليمانية من تعشى عكس محافظات الجنوب والوسط شلون نشوف هذا الأمر صحي سلبي إيجابي طبعا هاي المشاكل احنا هم تشنن نعاني أستاذ مؤيت بالبداية طبعا بالسنة الالفين وستة وسبعة وثمانية أول ما بدين نبلش بالكرة النسوية خاصة بسليمانية واجهتنا مشاكل حسب تقاليدنا وعاداتنا بيننا وشلون البنية تروح تلعب وتمارس رياضة وشلون الأهل يثقون بالمدرب إذا كان رجال فهذه الشغلات كانت هو يتأثر بعملنا بس الحمد لله والشكر احنا قدرنا شوية شوية هاي الصعاب نوخرها من قدامنا بالتحامنا مباشرة مع أهالي اللاعبات وخلونا مثلا احنا خليناهم هما يجون لتدريباتنا حتى يشوفون بعينهم احنا شنسوي وشنو نطور لعباتهم وشنو نطور بناتهم فشوية شوية قدرنا نوخر هاي النظرة بقليم كردستان خاصة بمدينة سليمانية بأنه الرياضة النسوية وخاصة من كرة القدم صارت جزء كبير من الرياضة العامة مو بس فقط كن عباس رغم أنه يوجد دوري بكردستان العراق لكرة القدم النسوية وأيضا الدوري بالعراق محافظات الوسط والجنوب لكن ما شاهدنا مستوى مميز للمنتخبات الوطنية خصوصا للشارك مثل بطولات غرب آسيا يخرجون بنتائج كبيرة شلون نشوفها كابتن طبعا استاذ موياد اكو اكو تحذيرات خاصة اهم المشاكل اللي دنعاني به وخاصة الكوادر اللي دتشوف على المنتخبات النسبية مع الاسف احنا هذا الشي عالمي مدرب ذا سنة سنتين ما جاب نتيجة هو لازم يعوف يبطل هذا المكان ويبطل مجال الغيرة بس هذا الشي الحدس احنا مع الاسف ماشية نفس الوجوه القديمة وتحذيرات مرات يقولون اكو بطولة غرب اسيا قبل البطولة بعشرين يوم يتصلون من المدربين نجيبونا اللاعبات نسوي اختبار كم لاعب وياخذوهم يخسرون بعدها عدد هائل من الاهداف وطبعا هذا هذا الشي يعني خلانا احنا نتأثر به واي احنا كمدربين لاعباتنا مثلا تتدرب جوائيد كابتن عباس احنا نفتهمها اكثر شي من تطلع خارج خارج الساحل اللي انت مثلا تتدربها يرادلها فترة طويلة حتى تصير تنسي جموية ذاك المدرب بس هما ما يتون هذا المجال اسبوع اسبوعين لازم مرات المدرب من ياخذ لاعبة اصلا ما يعرف اسمها ويخليها بالساعة وما يعرف وين وين تلعب واحنا الدورين مثلا اللي باهتمام اكثر هو صالات يعني المكشوفة ما يهتمون بها القد هسا حالين اكو دوري صالات ومكشوفة على مستوى انديت العراق صالات عدد زين تقريبا بس المكشوفة اربع خمس انديت شارك يعني والمستويات اللي تتشوفها يعني كارثية عدك مثلا الفريق يخسروية فريق لا سبعة اهداف من اهداف يعني مباراة يعني ما بي متعم بقية المدربين مثلا يجون يشتغلون ويشتغلون بشكل اكاديمي وعلمي حتى نقدر نطور ونوخر هاي النظرة السيئة اللي صارت على الكرة النسوية داخل وخارج العراق ونقدر نجيب نتائج تشرف الكرة النسوية العراقية شكرا كابتن رزقار اليوم احنا ذا ريد نطور القاعدة لازم نبدأ بيها من الفئات العمرية الفئات العمرية خصوصا في كرة السلة النسوية لحد الان النتائج متلب بالطموح لكن حسب ما موجود هنا في محافظة سليمانية ومن ضمنها الاكاديمية اللي تشرف عليها حضرتك وانت مدرب المنتخبات الوطنية الفئات العمرية للنسوية شلو نشوف هذه البذرات متى تنمو حتى نقطف الثمار احنا اولا ننسى ان مدينة السليمانية هي مدينة الثقافة يعني هي سليمانية احسن مكان من العراق من حيث الانفتاح الاجتماعي من حيث نظرة الناس للحياة من حيث المعيشة هنا الرياضة الثقافة الموسيقى الفن الرسم كل شيء بسليمانية متفتح الحمد لله والشكر بس الفرصة اللي جت للرياضة مثل ما اطرق للكابتن عباس احنا غيرنا بالامة كاملة غيرنا بالرياضة النسوية شون غيرنا اكون مدربين كانوا سيئين الى بعض حتى قبل خلوا الفجوة ما بين العائلات وفجوا ما بين المدربين من جهة اخرى بين اللاعبات والمدربين بحيث الثقة انتهت بين المدربين وصلت الى مرحلة انه الابا والمهات ميدزون بناتهم بره سليمانية مرات يجزون حتى سليمانية مثل ما قلت لك مدينة متفتحة بها بذرة عظيمة بالرياضة اذا تتخصص ويستغلها بطريقة زينة احنا بالاكاديمية ما لاتناش سوينا اسسنا اولمبية صغيرة مثل ما تقول عدنا حكامنا عدنا الاسطافة التدريبي مالنا عدنا الفرق الناشئات والميني باسكت اللي عددها يتراوح ما بين ستة فرق ناشئات واربع فرق ميني باسكت هذه القاعدة شون تطور لازم تخطيط سليم على مدار السنة على بطولتين مطولة ما بين ثلاثة شهر وثلاثة شهر والمهرجان مال ميني باسكت يصير على مدار شهر وينتهي ويتدرب الملات مثل لوقت حماس تحفيز تدريب قوي وبعدين منتخب وطني وبعدين طال عليه برا وهذا المستوى يزدهر اسسين هذه الاكاديمية اكيد بحاجة الى التطوير اكثر من خلال زجم ومعسكرات خارجية نعم حتى يحتكون الفرق اللي هي بأعماهم عملتوا بهذا الشيء اكيد احنا 2018 طلعنا برا اخذنا فريقين جو 12 وجو 14 غلبنا بشكتاش نادي بشكتاش على الفئتين خسرنا ويا قلات السراي اللي محد يغلبهم هما بأوروبا يعني فريق عظيم قوي جدا حتى الاتراك هناك لما احنا سوينا المعسكر جو 12 كانوا منبهرين بهم معجبين بهم الى ابعد حتى حتى الخبير التركي اللي هو نظم المعسكر قلنا قال هذا الفريق اذا يعبروا ستيجين رح يصير فريق قوي على المنطقة وهذا اللي خلل الاتحاد العراقي مثل ما تشوف حضرتكم الاتحاد العراقي عبارة عن دكاترة وناس مختصين بكرة السلة ما يجون للاكاديمي مالتنا ويتبنوا البرنامج ويدعموه اذا ما بي خير يعني اذا ما بي نتائج زيدة هذا البرنامج هذا النموذج الصغير اللي عندنا يتعمم على كل العراق على كل الرياضات على القدم على الطائرة على الهذا انا شكمر حتى طلبة من الاتحاد العراقي انه يسوون معايشة للمدربين يمنى يجون مثلا الاسبوع المدرب يبقى يمنى يوميا يجي يحضر التمارين مالتنا يشوف التدريب مالنا النظام مالنا شون الابنية شتسة شون تتدرب شون تيجي لتمرين الابنة ما نيجي يقعد وين يقعد شي سوي النظرة مالتنا للرياضة شون مع الاسب لحد الان ما صارت ولو انا دا اطلب يعني يوميا اطلب من رئيس الاتحاد انه يدزل المدربين خصوصا للفئات العمرية انه يجلسل هاي الرؤى طرحت على أصحاب الشيء خصوصا في الاتحادات في بغداد اكيد نعم او هنا محاول سليمان اكثر من مرة مع الاسب لحد الان استجابة لحد الان لا يعني حتى على مستوى المنتخبات الوطنية هو انا ما قلومهم يعني الحق يقال انه الاتحاد العراقي يدخل الى مرحلة الكورونا واللي يعني احنا فقدنا بي كل شيء ما قبل الكورونا كانوا كانوا مخططين انه يسوون دورة تدريبية معايشة بسليمانية ويجون الجيمة الفئات العمرية بس ما الولد وما البنات يعني بالمناسبة احنا مو بس حتى الفئات العمرية النسوي لا اكيد الفئات العمرية الرجال شاهدنا منتخبنا بالسلة احتل المركز الاخير بالتصفيات المهلة الكأس العالم نقص المهارة نفس المشكلة اللي ادى نحتي بها الفئات العمرية اذا المهارة مالتهم تكمل المنتخب الوطني باتروا عقبة يصير قوي ان شاء الله بالعودة الى الحديث عن شهر رمضان شنو اللي ميز محافظة السليمانية من اكلات من عادات كابتن علي بالله يعني بالنسبة العلاق والاكلات مو بكل الزينة لكن الاجواء كل بالعراق يعني نعرف كل محافظة اكو اجواء رمضانية اكو اجواء احتفالات مختصة بالمنطقة او بالمحافظة يعني دائما مع الرجل اذا قاعد بالبيت وهو اكيد قاعد تعد المرة مملة يريد فتش معين على مادة الافطار يعني دائما الحلويات او العصائر دائما في شهر رمضان تكون تتواجد على المائدة خاصة تكون يعني الشهر رمضان قريبة من الصيف او بداخل الصيف دائما العصائر يعني انت قنوع مو بالاكل الحمدلله قنوع لا لا قنوع مماذيهم بالبيت لا لا الحمدلله الحمدلله قاعدتك حلو كابتن عباس هل ما زالت محافظة سليمانية متمسكة بالعادات والتقاليد منها مثل تبادل الاطباق بين جيران هذه عادة معروفة بالعراق يعني نشوفها بهذه محافظة سليمانية اللي اختفت باجواء شهر رمضان المبارك هي سليمانية مدينة التعيش التعيش يسمي مدينة مشهورة بعوائلها الراقية وعوائلها اللي دائما متمسكة بتقاليدها حدثة مثلا تشوف حتى بوقت السحور يجيك مثلا اكلات من الجيران قليلة مو مثل قبل بس ما زلنا ما زلنا متمسكين به حتى احنا نقدر نوصل هاي الفكرة الاجيال القادمة بانه احنا برمضان هاي تقاليدنا احنا برمضان مو بس يتجمع العائلة وحتها مرات مثلا اني اتصل مثلا اصدقائي نتجمع بمكان وقت الفطور وقت السحور مثلا يعني اكو تقاريط الحمد لله والشكر ماشية بس مو مثل قبل لان الجيل اللي راح اخذوايا كل شي ما على اسر كابتر رزقار شنو يعني لك تجمع العائلة على مائدة الافطار وشوفهم مجتمعين شنو الشعور يتولد عندك شعور طيب يعني الناس تتجمع ووحدة تطبخ ووحدة تحضر واحد يجي فتشياكل يعني حتى قبل يعني فورا الفطار قبل متاكل يعني الناس تتجمع الابناء يجون وفتشي حلو مرتب انه الطفل يجي يقعد يمك ويتعلم منك مثل ما احنا تعلمنا من آبائنا واجدادنا يعني فتشعور طيب يعني غرس قيم والعادات تترسخ من خلال هذا الشهر الفضيل اي بالتأكيد انا عايش بحي الوحيد اللي هو صغير شوية بالعمر هو انا يعني انا جيراني كلهم كبار بالسن فوحدة تجي بصينية عليها مدري شنو واحدة تجي الهنا واحدة هي جي تروح واحدة هي جي فتشعور يعني حلو عدثني عن موقف طريف حدث وياقب شهر رمضان مدى اتذكر بالضبط شنو هو بس قبل الفطار الواحد مثلا يكره نفسه اول شي جوعان ثاني شي تنتظر موت الاكل يجيك ثالح شي بس تاكل فتشي معين خلص مرات يجيني هالاحساس انه انا اتعارك ويا المرة مثلا اقول لها وين الاكل ده تقول الفطار بعد ما جاي اقول هاي يلا حضريني شي لاكله يعني انت مزعج بيام شهر رمضان تقريبا شوية تقريبا يعني ملون منك في القادة تقريبا مو كلش كلش ان شاء الله يا رب و خمد الله الحمد لله كابتن علي شنو الالعاب التي تحرص عليها ممارستها خلال ايام الشهر الفضيل عادة ما المحبس معروفة نعم كابتن علي شنو الي يحرص عليك مع الاسف القيم والعادات مو مثل القبل يعني جيل بعد جيل تشوف يعني اكو اكو شغلات جديدة او حديثة تظهر للعالم حسا يعني اتوقع حتا بكل المدن العراقية المحبس و اكو لعبات كانت تصير قبل الآن يعني نشوف التلفزيون شاشة التلفزيون او الموبايل او الانترنيت او الحاسب اللي دائما تتواجد فيه كل البيوت بالعراق ياخذ من وقتك اكثر شيء يعني و انا شخصيا دائما حريص على هاي العادات انتظر الرمضان المسلسلات الرمضانية القلوات اكتر نعم اكتر يعني حسب ما يعني وضحت انت انه هذا التطور منها او المسال الاجتماعي قلنت مسألة من كل العادات الرمضان الآن نشوف بموبايلك كل الالعاب اللي من من الثمانينات و انت صغير تلعبه كله موجود على الموبايل وتشوف يعني نقدر نتواصل خلال الموبايل مننا الابعد مكان الاف الكيلومترات يعني مو مثل قبل قبل موبايل اكو وقت محدد ساعة بثمانية نتجمع الاصدقاء مثلا مكان معين خلص نروح اتأخر واحد خمس دقائق عشر دقائق يعني نجتمع بمكان وننتم بمكان ونبدأ بألعاب اللي تكون دائما أكثر شيء كابتل عباس دائما العوائل العراقية بعد الافطار تحرص على التزاور بيناتها اليوم مع هذا التطور الحصل بعالم التكنولوجيا بعالم سوشال ميديا وكذلك وسائل التواصل يعني أنت كعباس فرج مع عائلتك تحرص على التزاور مع الأقرباء جيران الأصدقاء هذا أهم شيء أنا مارسة بشهر رمضان لأن هذا الشهر شهر الفضيل نختص نفسنا لهذا الشهر يعني يكون شغلات مثلا بقيت الشهور ما نقدر نسوي بس شهر رمضان هذا الشيء واحد وهم شيء اللي أنا أسوي دائما أريد التواصل يبقى بينه وبين اللاعبات خاصة بهذا الشهر مرات أكثر شيء نروح لمتنزهات هناك نفطر خاصة أن هناك متنزه هواري شار يعني مكان كل جديد واحد يتمشى بي وراء الفطور ودراجات مثلا لاعبات يركبنا الدراجات يعني نخلق أجواء حتى لو إحنا مثلا مو بس تدريبات ومنافسة ولازم نخلي اللاعبة ترتبط بلاعبة صاحبتها يعني يكون ارتباط قوي صداقة قوية أخوية بيناتهم فهذا الشيء أنا دائما ألتزم بي وصح أكون مسلسلات رمضانية نحن نحب نتابع يعني حتى لو يفوتني بسلسل أحاول مثلا على الموبايل أباو على المرتلخ بس بس تبقى حريس طبعا بس أهم شيء بأنه إحنا هذا التواصل يبقى ماشي لأن هذا الشهر إحنا لازم نستغل لأن هذا الشهر الفضيل شهر مبارك أكيد بالعبادات والطاعة والله يتقبل طاعات آمين إن شاء الله كابتر رزقار الفئات العمرية لهم معاملة خاصة خلال شهر رمضان يعني مثل ما يقولون نسوي لهم مأدبة إفطار يعني حتى تحسسهم قيم هذا الشهر الفضيل هو إحنا أكثر شي نركز على العملية اللي إحنا نمشي عليه عالمية تربوية نعم إحنا ما نقدر لأن عندنا هواية بنات 130-140 ابنية كل ليلة يجون جروبين يتدربين ساعة ونص يروحين للبيت يجون جروب ثاني الالتهاء وماشغلة تكون أكثر شي بالتدريب بس خلال التدريب عندنا أوقات معينة أنه إحنا مثلا نشجع البنات أنه يأخذون البنات للبيت مثلا واحدة تأخذ صديقاتها اليوم باتر اللاخ تأخذهم يعني يتجمعون بالبيت يأكلون فرشي معين أو قبل الإفطار يروحون يتجمعون ببيت واحد حتى يجون كلهم سوى للتدريب أكو علاقات اجتماعية كل جزينة بين البنات حتى العائلات بدت مثلا الأب يجي قعد يشوف غير يحتيوية بدوا يتوالمون يعني الشي الحلو أنه العلاقة الاجتماعية مستمرة بس بشهر رمضان أكثر شي إحنا نركز على العملية التدريبية والتربوية أكثر شكرا كابتن علي بشكل مختصر ما باقينا للوقت يمكننا أقل من ثلاث دقائق من اللي يعزم أكثر أنت لو أصدقائك أثناء أيام الشهر الفضيلة يعني بصراحة أنا يعني بدون بدون مجامل يعني يعني لو معزوين يبقى والله بعد أب الكرة وكابتن علي كابتن علي يعني هذا أيام الشهر الفضيل ربي يتقبل منك الطاعات أجمعين وأكيد هو اللي يعزم دائما يكون أجر وثواب إلى أكثر شكرا الحمد كابتن عباس أنت كذلك من يعزمك أكثر والله احنا طبعا نسوي مثل برنامج بالأسبوع مثلا احنا كنا نجيو مع بيت أحد أصدقائي لو أخواتي لو أخواني لو أي أقارب مثلا يعني ما نلتزم مثلا كل يوم ينبقى مثلا بيتنا لازم نسوي أجواء حلوة مثلا نتجمع به لأن احنا مثل ما قلت بقيت الشهور كلنا ملتهيين بالشغول وبالدوام وبالتدريبات بس هذا الشهر نحاول نخلق أجواء حلوة أكيد أنا يعزمهم وهم هم يعزموني يعني مو بساني الله يحفظكم يا ربي الله يسلم كابتر رزقار أكيد التزاور وأكيد هذا التواصل الاجتماعي بيناتنا هو يخلق حالة من الطمئنينة وانسجان بين الأسرة أنت دائما ما تدعو من أقرب أصدقاء كعائلة أن يفطرون يمك أو هم يدعونك ما يكون فرق عائلتنا هي متكونة على هيتشي أساس أنه أي واحد يروح يومي ثاني يأكل اللي هو موجود يعني اللي موجود إحنا نأكله بس بشهر رمضان عموما أنت تطبخ الشيء زين اللي أنت تحبه أو اللي أنت تهوى أكل أنا أحبها أنا أطبخها لما يجون يوم يأكلوا هبيان يعني فمو فتشي مخصص أو معين إحنا نتفق عليه ياهو اللي يطير بالعالمين بالعافية إن شاء الله يا ربي شهر الصحة والسلامة يكون على العراق أجمعوا علينا خير وبركة إن شاء الله كابتن علي خلاصوا الوقت كابتن عباس أيضا كابتن رزقار ما بقعنا إلا نشكركم شكرا لحضورك كابتن علي شكرا لكم القناة العراقية الرياضية المحترمة اللي دائما تتواجهت بكل المحافل الرياضية والغير الرياضية شكرا لكم كابتن عباس نشكر منك وتعبناك اليوم بالعاكس بالعاكس إحنا فخورين بكم ودائما وجودك وي الكادر وتواجدكم بالمحافل الرياضية بالإقليم يعني إحنا مرات نحس بأنه من الصغير بطولة أحس بنفسي ببغداد لمن أشوفك الحمد لله شكرا وهذا المطلوب ليه العراق نعراق واحد ماكو فرق شما الجنوب واصل إن شاء الله يعم الأمن ونوان عايز كل هذا يكون رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله كابتر رزقار شكرا لك رغم التزاماتك لبيت دعوتنا صح أخرناك اليوم كل التوفيق بس إحنا سعيدين بحضورك ويانا أشكركم ربي يخليك ويحفظك وإن شاء الله شهر خير وبركة على العراقين جميعا يا الله الله يحفظكم شكرا أحبتي لم يتبقى لدينا إلا أن نشكر فريق العمل اللي حضروا يانا اليوم ببرنامج ذكريات رمضانية ملتقانا وإياكم ولقاءات أخرى شكرا لكم